أعزائينا المشاهدين والمجتمعين أهلا وسهلا بكم في بودكاست فقي معنا اليوم الدكتور أحمد عارف استشاري أمراض المساركة المولية نحن في فترة جدا مهمة للتوعية بطرطانة بروستاتا الشهر اللي هو نوفمبر أو موفمبر اللي هو الشهر التوعوي لسرطانة بروستاتا فيسعدنا وجودك اليوم الدكتور عشان نبحر في هذا الموضوع فخلينا نتكلم عن سرطانة بروستاتا قديش منتشر هو الآن مو عند الرجال يعني طيب أولا سرطانة بروستاتا هو الورم رقم 2 في الإصابة للرجال من الأورم السرطانية على عموم العالم ويمكن في المنطقة العربية يمكن يكون الورم رقم 3 أو 2 حسب النسب النسب العالمية للإصابة بسرطانة بروستاتا مرتفعة جدا جدا لكن بالنسبة لمنطقة العربية الدراسات البحثية بتشير إلى نسب أقل ربما من النسب العالمية لكن مثلا في النسب العالمية تتراوح في نسبة 11% فما فوق من الرجال سيصابوا بسرطانة بروستاتا ده حسب الفئات العمرية اللي بيتم البحث فيها يعني لكن بالنسبة لمنطقة العربية تتراوح من 1 إلى 3% بحد أقصى اللي ممكن معرضين للإصابة بسرطانة بروستاتا طيب إيش الفئة العمرية اللي بيتتطاب الفئة العمرية الأكثر فرصة للإصابة طبعا بسرطانة بروستاتا هي الفئة العمرية ما فوق سن الستين سنة هو سرطانة بروستاتا عادة لا يصيب منهم أقل من سن الستين سنة إلا لو كانت هناك بعض العوامل الوراثية الموجودة عندهم مثل وجود تاريخ مرضي أسري بسرطانة بروستاتا بصورة مباشرة يعني الأب يكون مصاب بسرطانة بروستاتا أو الأب والأعمام والجد مصابين بسرطانة بروستاتا وبالتالي هيكون هنا فرصة أعلى بكثير للإصابة لسرطانة بروستاتا وبننزل بالفئة العمرية المرجح إصابتها في الحالة دي إلى عمر الخمسينات وليس ما بعد عمر الستين سنة طب بلدكتور بنسبة للسكرينينج اه ايش الفحوصات المفروض الواحد يسويها عشان يكتشف سرطانة بروستاتا ممتاز السؤال ده مهم جدا جدا ليه بقى لأن سرطانة بروستاتا هو ورم أبيث صامت ليس له أعراض ولا تبدأ له أعراض إلا عند وصوله للمراحل الغير قابلة للعلاج وبالتالي السكرينينج او الفحوصات المفروض المريض او مش هنسمي المريض بقى الانسان الطبيعي يسويها لابد ان تبدأ من عمر الستين سنة بمجرد وصول اي رجل لعمر الستين سنة لو لم يكن عنده تاريخ مرضي أسري او عمر الخمسين سنة لو عنده تاريخ مرضي أسري او خمسة وخمسين في بعض التوصيات الطبية لابد ان يقوم بزيارة طبيب المسال الكلبولية مرة كل سنة مش مرة واحد الموضوع مش مرة واحد لا هي مرة كل سنة حيزور طبيب المسال الكلبولية طبيب المسال الكلبولية هي يعمل له فحص مالوش القسم العاشر تباط بأعراض بس عشان يبقى الناس واخدى بالها كويس او من النقطة دي لا توجد أعراض الأعراض فقط عند وصل الورم الى مرحلة الانتشار في كل الجسم هنا الخطورة في الموضوع انه انت جاعد وعندك المرضوك السنين انت ما انت عارف قاتل صانع خلاص ماشي فكل سنة هيروح عنده اعراض ما عندهش اعراض لازم يروح لدكتور المسال الكلبولية هيعدي عليه في العيادة الدكتور هيقوم بفحص المريض اذا عنده اي نسبة شك اه حيطلب فحصات اضافية الدكتور هيعمل للمريض تحليل اسمه تحليل دلالات اورامل بروستاتا اه لو عنده برضو نسبة شك من خلال تحليل دلالات اورامل بروستاتا اللي هو البي اس اي او من خلال الفحص اه المباشر للبرستاتا عن طريق الفحص الشرجي فالطبيب لابد ان يوجه المريض مباشرة لاخذ خزعة او عينة من البرستاتا طب ليش ما ياخدوا عينة على طول لا مش كل الرجال هندخل نعمل لهم خزعة او عينة لان انت قلت ان هي ایه سنتيماتيك يا دكتور التحليل والفحص وتحليل الفحص وحيقولوا ان في شك الشك ده هيؤدي الى اخت خزعة الخزعة هتؤكد وجود ورم سرطان طب ايش علمات الشك دكتور علمات الشك علمات الشك اولا طبعا بفحص البرستاتا وجود بقر في البرستاتا او عدم انتظام في سطحها عدم انتظام في الشكل بتاع البرستاتا اثناء فحصها هي يمش بالشكل هي بالاحساس لانه عن طريق فحص الشراجي فبيبقى عن طريق عدم موجود او عدم انتظام السطح بتاع البروستاتا وجود بقر او نوديولز بنسميها يعني آآ ظاهرة على سطح البروستاتا ده بالنسبة للفحص او ارتفاع نسبة في التحليل عن المنتظر له الطبيعة اللي هي الطبيعة اللي بيتراوح حسب الفئة العمرية من آآ تحت اتنين ونص او تحت تلاتة او تحت اربعة حسب الفئة العمرية. ايش هي يا دكتور? اللي هو ده تحليل بيتعمل موجه الى سرطان البروستاتا خلاص? التحليل دوت هو المفترض ان النسبة بتاعته تكون اقل من اربعة او من تلاتة او تلاتة من عشرة او من اتنين ونص حسب الفئة العمرية المختلف فكل فئة طبعا من بيبقى لها تقييم آآ لو وجد ان فيه ارتفاع عن المطلوب آآ بالنسبة للبي اس اي على طول مفترض الطبيب بيوجه المريض ان هو ياخد خزع. في احيان ممكن يكون البي اس اي ده مرتفع نتيجة التهابات. فلو الطبيب عنده شك ان فيه التهابات قبل ما بيوجه المريض لاخذ الخزعة بينطلب له رانين مغناطيسي على الانسجة بتاعت البروستاتا والرانين المغناطيسي بيقيم شكل الانسجة داخليا بتاعت البروستاتا لو كان تقييم الرانين المغناطيسي ان هي آآ بالبايرات آآ بتاعنا او بتاعتها آآ عالي يعني اربعة او خمسة لابد من اخذ خزعة تلاتة برضو ممكن يكون في شكه وده بانه هنربطه برضو بالرقم او القيمة للرقمية اللي طلقت لنا للبي اس اي آآ لكن لو التصنيف او التوصيف بتاع رانين المغناطيسي ان شكل الانسجة حميد جدا 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 آآ ممكن نأجل الخزعة شوية ونعيد مرة تانية التحليل بتاع دلالات البروستاتا آآ للمريض وانتبعه ونشوف لو التحليل بتاع دلالات البروستاتا دوت برغم ان احنا افترضنا انه عنده التهاب وقدنا له على اجل الالتهاب دوت مازالة مستمر في الارتفاع يبقى لابد من اخذ خزعة خلاص هليه من عايزين اجل الخزعة بقى هي دي النقطة لان هي بتاخذ عن طريق المعاجات الصوتية من خلال برو بيدخل من الشرج وابرة بتدخل من خلال قناة الشرجية الى البروستاتا حيث دي اقرب نقطة لنا للوصول لغدة البروستاتا وبالتالي الوضع بيبقى مش الظريف بالنسبة للمريض وقد يكون هناك الم برغم استعمال المخدر وكل حاجة بس هل البي اس اي كافي انكم تكتشفو اذا في سرطان او لا هو كافي في لو عدة عشرة خلاص ماشي ان احنا نقول ان المريض بجد احتمال وجود السرطان عنده عالي جدا 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 خلاص ماشي ومن اربعة لعشرة هو كافي لوجود شك شديد في وجود سرطان البروستاتا وفي كل الاحوال في كل الاحوال اي ورم سرطاني عند علاجه لابد من اخذ خزعة عشان نقول ان في ورم سرطاني لان العلاج نفسه خلاص هو علاج بيغير بتاع العيان بيغير بتاعت العيان ممكن يكون له مضاعفات على المريض خلاص مينفعش ان احنا نقول ان انا هعالج المريض مباشرة يلا عشان انا شكيت ان عنده سرطان في البروستاتا لابد ان يكون عندي يقين يقين من وجود سرطان البروستاتا عن طريق اخذ خزعة وتحليل الخزعة دي وتأكيد وجود خلايا سرطانية فيها ايا كان الوضع طب هل سرطان البروستاتا من السرطانات اللي صعب انه يتم علاجها يعني اه لانه انا دائما اسمع انه في سرطانات معينة عند اكتشافها بيكون علاجها اه اسهل من سرطانات اخرى ممتاز السؤال ممتاز جدا كده احنا قلنا ان هو قاتل صامت سرطان البروستاتا في الاول لكن في الحقيقة برضو هو سرطان البروستاتا برغم انه قاتل صامت لانه ليس له اعراض الا ان عند اكتشافه المبكر فيمكننا علاج مباشرة يمكننا علاجه عند الاكتشاف المبكر بنسبة مية في المية دي نمر واحد نمر اتنين هو سرطان اه خطير عشان انتشاره في الرجال عشان هو يمكن رقم اتنين او ثلاثة حسب المنطقة اللي بنبحث فيها عن السرطان والكلام ده كله اه لكن في نفس الوقت هو بطيء النمو وبطيء الايه الانتشار بطيء في النمو بتاعه وبطيء في الانتشار وبالتالي من لحظة اكتشافه اذا كان محدود او متموضع داخل البروستاتا فعندنا وقت كافي لان المريض ياخد راحته ويزور طبيب واتنين يمكن ياخد رأي اخر ويسمع رأي اخر عشان يختار العلاج الانسب له لان احنا والحمد لله رب العالمين حاليا في العالم عندنا وسائل مختلفة لعلاج السرطان البروستاتا خصوصا لما يكون متموضع والوصول الى نتائج قد تصل الى مية في المية في الشفاء هذا بتكون استقصال عندنا بقى لهو السرطان متموضع عند المريض تلات اختيارات الاختيار الاول وده يمكن الافضل في النتائج بتاعته على عموم الامر من وجهات نظر بعض الاطباء والمرضى والكلام ده كله الاستقصال الجذري الكامل للبروستاتا بحويصلة المنوية واعادة توصيل مجرى البول مباشرة بالمثانة والحفاظ على الحياة الجنسية للمريض محاولة الحفاظ على الاعصاب لان الاعصاب اللي بتؤثر على القضيب او الاعصاب الخاصة بالقضيب المسؤولة عن عملية الانتصاب بتمر بحزة او بالزبط بتبقى اللزقة في غدة البروستاتا وكذلك الاعصاب المسؤولة عن التحكم في البول بيتم المحافظة على الاعصاب ديها عندنا وسائل الاستقصال قديما كانت عمليات جراحية حديثا الموضوع تطور كتير جدا جدا ووصلنا الى ان عندنا تلات انواع من وسائل الاستقصال ما زال فيه اللي هو اللي بنقدر نسميه الكلاسيك اللي هو الجراحة الكلاسيكية لكن فيه كمان الجراحة عن طريق المنظار بتضيف الى القدرة على التكبير والابصار ويمكن الحفاظ على العصاب لكن نقدر نقول ان احنا عدينا المرحلة دي للجراحات الروبوتيكس دلوقتي وبقى الاستقصال بتاع البروستاتا الاستقصال جذري للبروستاتا بيتم عمله بصورة افضل بكتير جدا 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 باستعمال الجراحات اللي هي باستعمال المساعد الآلي للطبيب اثناء الايه اجراء الجراحة هي نوع من انواع الجراحات بالمناظير ما هياش جراحة فتح ولا فيها شأ ولا اي حاجة اه بيتم ادخال الاذرع الاربعة بتاع الرابط ودولت كأنهم اربعة مساعدين اربعة ده كترة قاعدين جوه المريض بيساعدوا الطبيب اللي ماسك من برة بيشتغل بيها معه اربعة بيشتغلوا له جوه المريض فعلا كل ذراع من الاذرع بتاع الرابط هو ممثل لزراع الانسان او كأنه انسان قاعد شغال جوه المريض خلاص عكس المنظار العادي حيث ان الالات بتبقى الات صلبة ليس لها اي نوع من انواع الارتيكليشن الالة بتاعت الرابط بتتبع حركة ذراع الانسان فانا عملت كده بايدي هتعمل كده الالة عملت كده عملت كده عملت كده الامة الالة العادية بتاعت المنظار فهي مجرد عمود مستقيم بيفتح كده وخلاص طبعا فيه فرق رهيب جدا 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 تكبير بتاع الصورة او الرؤية غير طبيعي الصورة ثلاثية الابعاد فكأن زي انا قلت لك بالزبط هي كأن هناك اربعة كرحين عملنا لهم تصغير دخلنا لهم جوه بطن المريض خلاص بيشتغلوا تيكولاس مع كل نقطة بحيث ان هما يضمنوا استقصال جيد او ممتاز للغدة كاميرا بدون اصابة اي اعصاب نهائية يعني هو بصفة عامة المناظير يعني عملت نقلة نوعية في عالم الطيب يعني كان في المية ارزوم من العمليات اللي كانت جراحية اصبحت يعني عن طريق المناظير يعني نسبة كبيرة جدا والله بص لم يعد هناك احتياج للجراحة للجراحة الشق الا في حاجات محدودة جدا 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 خلاص طالما داخل تجويف البطن او داخل تجويف الصدر خلاص اصبح هناك الابر هاند للمناظير الا في بعض العمليات اللي محتاجة مهارة معينة يفتقر اليها المنظر وان كانت الجراحات الروبوتكس بتأدي الغرض بتاع المهارة دي بس طبعا التكلفة بتاعتها وتغفرها لان الروبوت جهاز تكلفته عالية جدا جدا وتكلف صيانته عالية جدا وكل القطع اللي بيتم استعمالها للمريض طبعا داخل بجهاز الروبوت كلها قطعة يعني استعمال مرة واحدة فحسابات التكلفة المالية دايما بتخلي قصة التغطية التأمينية او التكاليف اللي هيصرفها المريض اه على علاجه بالنوعية دي من الجراحة مازالت محتاجة يمكن ان نقدر نقول اه خمس لعشر سنوات اه كمان اه يمكن تدخل ناصinement في الموضوع بقى او يصنع او يطلعونا اه آآآ آآ 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 الترخيصة جدا 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 خلاص ماشي اه دخول المنافسة طبعا كانت هي شركة واحدة على الاسف هي ده كان احد اسباب التكلفة العالية اناها كانت شركة واحدة آآ اللي بتنتج الروبوت معاها اللي هي اللي هي ديفنشي فciónة ديفنشي يا دكتور اللي للأسبوع اللي سنوجع معهم معجة والله. خمسة دكاتر اتعلم واردي عندهم الخلفية في هذا الموضوع خمسة شفافة جيه. تمام. وحيصير فيه في الموضوع. ده ممتاز. يعني هادي يوم الاحد القارب. هي شركة دافنشي طبعا دي شركة رائدة للجراحات الروبوطيكس في العالم كله. ويمكن السنة اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا خلصت حقول ملكية الفكريا بتاعتها فبدأ فيه يمكن شركتين دخلوا في المجال. لكن متازل هي طبعا الشركة اكيد الرائدة واكيد اللي عندهم اه تطورات اه منتظر منهم ان هما يعملوا تطوير او مينيتشر اكتر حتى نسميها يعني كمان للالات اه دقة اعلى للالات والكلام ده كله. اه المستقبل المستقبل اكيد لجراحات الروبوطيكس خلاص مفيش كلام على القصة ديات. والحاضر في سرطان البروستاتا للجراحات الروبوطيكس. بالنسبة ليه لاستقصال الجذر. اه ده ياخدنا برضو لان نرجع. طب انا كمريض اه ما احبش هعمل عملية جراحية. انا مش عايز اعمل عملية جراحية يا دكتور. انا عايز اه حاجة ده. في بداء للاستقصال الجذري في حالة ان السرطان يكون مازال متموضع داخل البروستاتا. اه افضل البداء الجراحة هي الكرايو اه او التبريد. اه بتدي نتائج مشابهة للجراحة. اه اعراض جانبية السبكترم بتاعها قريب من الجراحة. اه بدون عملية جراحية خالص هي بتبقى عن طريق اه ابر بتدخل عن طريق منطقة العجان. تحت السيطرة او الرؤية المباشرة بالاشعة الموجات الصوتية بيتم تحديد الاهداف بتاعت الابر دي. الاطراف بتاعت الابر بتقوم بعملية تبريد للمنطقة. الى حد تكوين كرة من الثلج. بحيس ان احنا هنجمد الخلايا. هنجمد فعلا. الخلايا اللي موجودة في المنطقة دي. بتتجمد. اي خلايا هتتجمد هتموت. ما بترجعش الحياة. الخلايا اللي بتتجمد. بتجمد وتنفجر وخلاصه وتموت وانتهت القصة. طيب. في حالات سرطانة بروستاتا دكتور. هل بيكون فيه تدخل اه من دكتور الاورام? دكتور الاورام الاونكولوجست? بالزبط. فيه طبعا حالات بتحتاج فيها تعاون طبيب الاورام معنا. اه خلينا نقول ان سرطانة بروستاتا الموتى موضع الافضل له التدخلات الجراحية. اذا اصبح محدود الانتشار اه خارج البروستاتا مجرد انه بس خرق الكابسولة او القشرة الخارجية بتاعت البروستاتا. او انتشر اه اكتر في الانسجة المحيطة لقدر الله او وصل كمان الى الاجزاء اخرى في الجسم. اهم طبعا الاسف العظام وبيصيب العظام ببؤر مختلفة. اه تؤدي الى الام عنيفة جدا في العظام. قد تؤدي الى كسور في العظام. بيصيب الفقرات. ويؤدي الى كسور مباشرة في الفقرات. والاصابة بالشلل. عشان كده احنا نقول انه عند الشعور باعراضه للاسف بتبقى خلاص مفيش اه الاول ما تقولي انا اعراض هقولك خلاص صحب علشان اسف اه عندنا اه طبيب الاورام بيساعدنا ان شاء الله رب العالمين بطريقتين. الطريقة الاولانية ان في اه لو مازال متموضع اه مش مش متموضع عفوا ان خرق مجرد القشرة الخارجية بتاعت البروستاتا بنستعمل العلاج الاشاعي. وفي عندنا برضو نوعين من العلاج الاشاعي في نوع اللي هو بسميه البراكيثيرابي ده علاج اشاعي مع وطاعي. وفي عندنا النوع اللي هو العلاج الاشاعي الكلاسيكي خلاص اللي هو عن طريق الاشاع الخارجي اللي ده خارج من خارج الجسم. وبيوجه وبيركز على بقر معينة فيه البروستاتا خلاص اللي هي المفترض ان البقر المتواجد فيها الورم السلطان. البراكيثيرابي برضو عن طريق ابر عن طريق الايجان بتدخل برضو تحت التوجيه بتاع الموجات الصوتية بتحط حبيبات صغيرة فيها مواد مشعة الحبيبات الصغيرة اللي فيها المواد المشعة دي بتترك داخل البروستاتا والمواد المشعة دي ضعيفة الاشاعة لكن خلاص اشاعة موجود موضعين جانب الخلية السلطنية نفسها فبنحط عدد كبير من الحبيبات دي داخل البروستاتا هي بس مجرد غدة البروستاتا هي اللي بيكون فيها اشاعة مش الراجل ماشي مشاعه خطر على البشر الكلام ده كله يعني في علاج هرموني بنستعمله وده بمجرد انتشار الورم اكتر من كده او كعامل مساعد للعلاج الاشعائي العلاج الهرموني عبارة عن ادوية بتمنع ماء الحياة عن الخلايا السرطانية ماء الحياة عن الخلايا السرطانية هي هرمون التستستيرون فالعلاج الهرموني ده مهمته انه يوقف اثر هرمون التستستيرون في الجسم او يمنع خروجه من الجسم اصلا عن طريق انه هو بيعمل تطبيط للخسيطين عن افراز هرمون التستستيرون قد يكون لفترة كعمل مساعد للعلاج الاشاعي وقد يكون علاج مستمر لو ان الورم انتشر في كل اجزاء الجسم والحقيقة بيجيب نتاج جيدة جدا 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 لكن عيبها انها محدودة يمكن من 3 ل 5 سنوات وبعد كده بتبدأ يحصل انتكاس للمريض لكن هي فترة جاهدة للمريض انه هو يعود بدون موجود سرطان في جسمه ممتاز يا تر طيب انا هاخدك على محور اخر اللي هو الضعف الجنسي عند الرجال الموضوع ده طبعا جدا مهم عند كل الرجال وما ادري هو انا جريت زمان انه هي منتشرة هي بين واحد من كل 3 رجال عنده ضعف او او هنقدر نقول لي ممكن النسبة اقل من كده شوية بس عنده درجة من المشاكل هي اصل القصة المشاكل الجنسية عند الرجال متنوعة قد يكون ضعف جنسي حقيقي قد يكون اه ضعف جنسي غير حقيقي يعني نفسي لظروف معينة لحظات بتمر بها الانسان والكلام ده كله قد يكون مشاكل في القذف زي سرعة القذف فهي المشاكل الصحة الجنسية بصفة عامة شديدة لانتشار مشاكل الصحة الجنسية هو من اكثر الحالات اللي هي بتمر علينا في العيادات اه في عيادات المسالك البولية مشاكل الصحة الجنسية اه الضعف الجنسي نقدر نقول ان له ارتباط بالفئات العمرية من بعد سن الاربعين اه بيبدأ يظهر عند بعض كاتجوري من الناس الضعف الجنسي ده وطبعا في حاجات بتساعد عليه اكيد من بعد سن الستين بيزيد النسب بتاعت الضعف الجنسي وكل ما بيتقدم العمر بتزيد النسب اه لكن الاصابة بامراض زي السكر السكر ده عدو الرجال اه الاصابة بامراض زي الضغط عدو الرجال كل المرضى اللي هم المصابين بالسكر نسبة كبيرة جدا جدا منهم اه بتتضهور صحتهم الجنسية ليه؟ لان السكر بيأثر على واحد اتنين تلاتة في الرجال بيأثر على الاعصاب بصفة عامة وبالتالي من ضمنها الاعصاب بتاعت القضيب بيأثر على الشرايين ومن ضمنها الشرايين بتاعت القضيب بيأثر كمان على الانسجة بتاعت القضيب بيفقدها ليونيتها وبيفقدها قدرتها على افراز المواد اللي بتساعد على حدوث الانتصاب وده برضو بيأثر على القضيب فبالتالي هنقول ان السكر بيهاجم الرجل من كل الاتجاهات فهو احد يمكن اهم اسباب الضعف الجنسي يليه مرض الضغط يليه التصلب الشرعيني اللي بيحصل على عموم الامر مع زيادة الدهون طبعا في حاجات بتساعد على حدوث الضعف الجنسي اللي هي بنسميها البني ادم زيادة الوزن عدم الاهتمام بالصحة الغذاء الصحي عفوا يعني نوية الغذاء اللي بيأكله الانسان يعني اللي بيأكل الجنك فود غير البني ادم اللي بيأكل دايما اغزية هنقول ببساطة شديد الاكل الطبيعة بتاع البيت الاكل الفرش خضر سلطات فواكه خلاص كالنجميل اكل مطبوخ في البيت غير الجنك فود اللي هو شديد التشبع بالدهون المشبعة اللي هي هتروح معالية الدهون للبني ادم وجايباله تصلب في الشرعين وجايباله كل حاجة على طول ضد حياته طبعا هنقول التدخين 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 طبعا له اثر سلبي عنيف على الموضوع وطبعا ده مرتبط برضه في التدخين بكم التدخين اللي بيدخنه الانسان هو بسبب المشاكل اللي بتحصل في القلب والرئة يعني هي هذي الاسباب اللي بتتسبب الضعف الجنسي ولا ايش اثر التدخين على جسم الانسان بما يخصت اثاره المباشرة التدخين على الانسجة نفسها اه الاثار المباشرة على الشرايين اه بتاعة الجسم بصفة عامة وده بيقدي في الاخر الى اه وجود الضعف الجنسي اه برضه استعمال المكيفات اه اه للاسف المكيفات اللي هو القصدي مش القهوة مش بتكلم عن الاهوة مش اللي هو الشيء لكن انا نتكلم على ما يطلق للمكيفات عند فئة الشباب حاليا يعني اللي هي المخدرات بالضبط خلاص يعني الاسف استعمالها الكحول كمان لياثر عدل لها الكحول اللي قد يكون له اثر سلبي اه باستمرار استعماله اه المخدرات في بعض الناس بتتعاطها وبيجي لها تهيئات انها بتبقى افضل خلاص ده نظرا انه عنده تهيئات اساسا نتيجة استعمال المخدرات هو كل حاجة عنده شكل افضل فبيجي لهم تهيئات ان الوضع افضل واجمل والز وكده هو لكن في الحقيقة على من المدى البعيد طبعا لها اثر سلبية اه قد يكون الضعف الجنسي طبعا كمضاعفات لبعض الادوية قد يحدث الضعف الجنسي اه نتيجة اه بعض الاصابات الادوية النفسية كمان الادوية النفسية طبعا بتأثر على الخصوصا لادوية المضادات الاكتئاب والتوتر والاسف الموضوع اصبح اه اكثر انتشارا اه المرض نفسه يعني بتأدي الى وجود ضعف في الادوية الجنسي اه بعض الاصابات سواء اصابات مباشرة للقضيب او لمنطقة الحض زي كسور الحض لانها بتؤدي الى تهتك في العصاب والشرعين الموجهة للمنطقة ديت كمضاعفات لبعض العمليات الجراحية ممكن يحصل اصابات في المنطقة طب ايش علاقة الحالة النفسية عند الرجال بالضعف الجنسي او الموارسة الاكتئاب والنفسية هذه احيانا هل بتسهم في مثلا انه ما بيكون الرجل عنده الاراوزل او الشهية للشيء هذا ممتاز اولا في قطاع كامل من الضعف الجنسي هو مشاكل نفسية وليست مشاكل عضوية نعمistemاش该 what everything is energyated هو مشكلة الضعف الجنسي عند الرجل مفيش اي مشكل عضوية pendant اله ولكن مشكلة نفسية قد تكون مشكلة نفسية عامة وقد تكون مشكلة exatamente نفسية خاصة بصفة عامة الدورة بتاعة الاداء الجنسي عند الراجل بتبدأ من هنا بتبدأ من قشرة المخ من وجود الرغبة من مجود الرغبة ثم بترسل الاشارات العصبية الى المنطقة. الاشارات العصبية دي توصل الى القضيب. القضيب يبدأ يحصل فيه الانتصاب نتيجة هذه الاشارات العصبية. العملية الجنسية تبدأ يحصل الاحساس. الاحساس ده يبتدي يرسل اشارات فترسل اشارات عصبية اقوى. آآ يساعد على الاحتفاظ بالانتصاب. خلاص كلمين. الى ان تنتهي العملية الجنسية بحدوث الاشاء. لو اصلا ما فيش رغبة. لو اصلا في مشاكل افلة ده بتاع الرغبة تماما عند البني ادم. سأمراض الاكتئاب والكلام ده كله. او يعني ممكن تكون القصة كلها رغبة مباشرة في شخص معين. يعني اي شخص. آآ للاسف ما في بعض الاحيان. الشخص تزوجه. ما فيش اي وفاق ما بين الشخصين. وبالتالي خلاص انا ما فيش اصلا الرغبة نفسها مش موجودة. آآ لكن في ناس طبعا بتبقى بصعب ظروف الحياة حتى لو ما وصلش لمرحلة ان عنده اكتئاب. هو كاتم الموضوع جواه وبالتالي الرغبة الجنسية عنده على العموم كلها انخفضت. وممكن تلاقيه القصة كلها آآ يعني تتحسن لو هو غير بتاعه وغير ممكن يغير الشغل بتاعه بصعب. والكلام ده كله يخرج من يخرج من يخرج من يخرج من الدورة المغلقة ديت اللي هيتنيقعد جواها ومش هيخرج منها. طب ايش ايش الاشياء? يعني انا عرف ان الرياضة مثلا خصوصا تمارين الرجل او اللي هي اللور بادي. آآ آآ لها يعني رابط يعني جوي بتحسن الاداء او التستوسترون والشغلات هذه. فيعني بس ابقى يعني تسترسل اكثر يا دكتور. طيب خلينا نقول ان اول حاجة. انا ننصح بها كل الرجال بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة. اللايف ستايل بتاع حياتك يكون صحي وكويس وطبيعي. ما فيش اسهل من اللايف ستايل الصحي يعني هنقول آآ بداياتا اكل آآ صحي. بالاكتر من الاوراق الخضرة في الاكل. آآ في آآ يعني نقدر نقول اين آآ تراث شعبي في ايه اللي يتاكل آآ مش محتاجين نقوله بالنسب. ده انا تروح مصر. اه. تروح مصر دكتور يقول لك. كل حمام وكل كوارع. أو كل كوارع. هنا عندنا مثلا في المنطقة الغربية مثلا عندنا القنبري يعني. ممتاز. دائما بيقولوا القنبري يعني هذه من الاشياء اللي هي. بس يعني هل هذه كلها يعني من واحي الخيال او من واحي التراث ولا من جد هذه الاشياء. لا خلينا. فعلا فعلا. ايش بس لا قطعك يا دكتور. بس ايه بأسر السؤال يعني انه بصيغة صحيحة انه ايش هي الاكلات او الاكلات اللي من جد تساهم في تحسن الوضع الرجل الجنسي او 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 رغبته الجنسية او اشياء هذه. طيب خلينا اقول لك على عمو الامر الحاجات الغنية بالفيتامينات والنعاية. خلاص. فانا نتكلم اساسا على الفواكه والخضر. التزجة. انا بس بكلم يعني التزجة. الاوراق الخضرة غنية جدا بالفيتامينات والمعادن. اه في اه تراث شعب يعني الان كان الكوارع ولا الحمام ولا المأكلات البحرية. كلها اه بتأتي بنتائج اه مقبولة. طيب هل النتائج يا دكتور عشان بلاسيبو يعني عشان هو مقتنع انه قدر اشياء. والله. ولا فعلا هي لها يعني لها. والله للاسف يعني اقدر اقول لك ان مفيش يعني دراسات بحثية قوية لكن في بعض الحاجات اه مستعملة كحاجات بتحسن الرغبة. مش بتحسن الادات. ايه. خلاص بتحسن الرغبة وربما لو الرغبة هي المنعدمة يكون ده الاصل في القصة اللي هو الضعف الجنسي النفسي والكلام ده كله. في بعض المستخلصات الطبيعة العشبية مستعملة كوسائل لتحسين فعليا الرغبة كادوية بنستعملها لتحسين الرغبة في حالة اه ان الضعف الرغبة مرتبط بالاداء النفسي والكلام ده كله. لكن انها تزود افراز الهرمون بتاع التستوستيرون والكلام ده كله لو الموضوع مرتبط بوجود اكتئاب عند المريض. وده مقدي الى ارتفاع في بعض النسب المواد في الكسم مقديها الى انخفاض في نسبة التستوستيرون لابد من الرجوع لعلاج المشكلة يعني. طب بنسبة الى الرياضة اه هي دي بقى ده الكلام المهم. الرياضة اولا زي ما نهاينا كده البعض برضو عن الدول مشابعة في الاكل والكلام ده كله. الاكل بتاعنا نبعد عن اي مكيفات اي حاجة اي حاجة بتأثر عليها سلبان ابعد عنها. اه الرياضة الرياضة على عموم الامر ممتازة. على عموم الامر. خلاص ماشي. في بعض التمارين الرياضية اللي بتحسن سرانة دم في النصف السفلي. او نقدر نقول منطقة الحوض. خلاص. ما بين التمارين على عموم الامر التمارين نصف السفلي من الجسم. تمارين البطن. النصف السفلي من العضلات البطن والكلام ده كله. ما بين تمارين بقى مخصوصا الى هي اللي هي عضلات منطقة العجان. عشان تساعد على تحسين الدورة الدموية في المكان ده. معروف ان ممارسة الرياضة لما بتزود الحجم العضلي بتاعك بيبتدي تتسع الشرايين والشعارات الدموية. بيزيد سراين ندامه في المنطقة يعني فبالتالي انا اي رياضة هعملها حيبقى فيه تحسن في الاداء بصفة عامة بدأ من الواحد ينهج بعد ديئتين ثلاثة لا يبقى عنده لسه فتنس طبعا مضروري سبحان الله يعني في كل حلقة جلست فيها الاحظ كم اهمية التغذية والرياضة في الوقاية بصفة عامة من اغلب الامراض طبعا في الجانب اللي هو الوراثي هذا الشي ما هو في للانسان بصفة عامة ما فيه اشياء كثيرة ممكن تساهم في انك ان تخفض الكوليسترول تساهم في انك انك تحاول قد ما تقدر انك تبعد عن انه يجي لك مثلا سكري بعد بسبب لايفسيل يعني فيه ناس عجيهم السكري بسبب وراثة مهما سوا مهما عمل عنده 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 سكري يعني حتى لو كان في مجاهل افريقيا ويجينات ويجينات بس اذا كنت انسان ما عندك العامل الجيني ممكن بالرياضة وبالتغذية تتفادى هذه المشكلة ده اكيد طبع ده اكيد طبع بس اه حاخدك يا دكتور على محور اخير اللي هو جسم المسارك البولية في مستشفى الدكتور سومافجي اشي يميز اللي هاي اللي يسمي طيب خلينا نقول اول حاجة ان ايه اللي يميز مستشفى سليمان فقيه على عموم الامر ايه اللي يميز بعد كده ليميز مستشفى سليمان فقيه انها مكان اه موجه لجميع الخدمات الطبية للمريض يعني من اول ما المريض بيدخل المستشفى الى ان يخرج منها سيجد جميع الخدمات الطبية اللي محتاجها وبالتالي لما نيجي نقول الكلام ده وننزل بها على مستوى قسم المسارك البولية هنقول كل الخدمات الطبية اللي قد يحتاجها المريض من لحظة دخوله للطبيب في العيادة الى ان يخرج من العيادة هيكون اتوصف لكل الخدمات الطبية اتعاملت كلها والمستشفى وده على احدث نظام عالمي انا مش بتكلم على ان بس يعني عشان خطر المستشفى لا احدث الاجهزة متوفرة في المستشفى من اول ان احنا حنطلب لو احتاجنا الرانين المغناطيسي اللي هو الخاص على انسجة البروستات لتمييز مثلا الخلايا بتاعتها ازا كانت تميل للشكل السرطاني او كده اه اه الاشعات المقطعية بالانوع المختلفة بتاعتها الفحوصات الخاصة بالمسالك البولية مثلا زي الديناميكية التبول متوفرة في المستشفى الاجهزة الخاصة برضو بالتحفيز العصبي للمسالك البولية في بعض قطاعات التبول الوظيفي متوفرة في المستشفى في اي حاجة سواء تشخصية او علاجية متوفرة للمريض في المناظير عندنا برضو احنا بنستعمل بالنسبة للمنظر الحالب المرن في انت تعمل مع حصوات الحالبين والكلة احنا بنستعمل منظر الحالب المرن اللي هو اللي هو استعمال مرة واحدة للمريض يعني المريض بيجي بنستعمل المنظر له ونخلص بنرميه في الزبالة ما بيستعملش المريض تاني لا يتم تعقيمه خلاص فكل مريض المنظر بتاعه منظر جديد لنج ما فيش اي فرصة نهائيا لوجود التهابات في المسالة الكالبولية حديثا زي ما انت قلت وانا عارب بارت بالموضوع ده عد من فترة اضافة الروبوتيك سيرجري عندنا في المستشفى ودي حتكون اول مستشفى خاصة في المملكة العربية السعودية ويمكن يمكن تالت اول رابع في بصفة عامة في المملكة العربية السعودية او هنيجي نتكلم على القطاع الخاص لا يوجد في اي مستشفى في المملكة العربية ولاست تاقب في منطقة الغربية جهاز روبوت ده طافرة رهيبة جدا جدا في مرضى كانوا بيسفروا برا عشان خطر الجراحات ديات او بيضطر الى انتظار ادوار طويلة بالشهور وقد تصل الى فترات اطول يعني لانه عنده رغبة في اجراء الجراحة بالربط احنا هيتوفر له الموضوع ده وتن شاء الله رب العالمين في المستشفى عندنا كافة المناظير بتاعت المسالك البولية عندنا كافة المناظير لده خص الجراحات الخاصة بالاستقصال الحميد او التعامل مع التضخم الحميد في البروستاتا اه من اول مسلا عندنا جهاز الريزوم احنا بتكلم عن الحاجات المتقدمة يعني مش هتكلم عن المناظير والاستقصال العادي بالمنظر والليزر والكلام ده كل قرية دي متوفر في المستشفى من زمن لكن في السنتين اللي فاته تم اضافة حاجات زي الريزوم واليورو ليفت اللي هو اه بنتعامل تعامل محدود مع البروستاتا بدون استقصال بدون مضاعفات بدون مشاكل بتصيب المريض وفي نفس الوقت بنحسن له بتاعت التباور بتاعته الاعراض اللي عنده مباشرة عن طريق اللي هو الرزوم اللي هو تدمير انسجة البروستاتا باستعمال البخار او عن طريق اللي هو آآ عن طريق ضغط الانسجة بتاعت البروستاتا باستعمال خمس دقائق بالزبط يعني هيدخل المريض للدكتور يقوله اهلا وسهلا بحضرتك يلا هندخل قط العمليات عشان بس نعمل لك منظار صغير جدا جدا خمس دقائق خلاص المنظار ده بالزبط بالنسبة لليوروليفت خمس دقائق بالنسبة للريزوم في سبع دقائق حقيقي مش بهزر من لحظة ما بيدخل داخل المريض الى ان يخرج المنظار من المريض انكلم في خمس لسبع دقائق الشغلانة كلها والمريض بيخرج خلاص ممكن في بعض الاماكن في العالم اه ممكن يتم اجراءه عن طريق تخدير الموضوعية لكن احنا يعني ما زلنا بنجريل للحفاظ على مستوى الامان اللي المستشفى بتحب توجيهه داي ان المريض ومستوى اه الراحة ومستوى عدم الالم وان المريض ما يبقاش منزعج والكلام ده كله فبنفضل اجراءه بتخدير نقدر نقول نصفي بسيط يسمح للمريض بعد ساعتين تلاتة ان يراح بيته. ممتاز ممتاز. دكتور احمد عارف. شكرا. انا شكر لك على سلواتك. صراحة يعني كانت حلقة مرة ممتعة. حلقة ممتعة. طبعا نتقسف احنا من التاخير اللي حصل. لا مفيش اي حاجة. بس في النهاية زي ما تقول كانت مستاهلة يعني في النهاية حلقة جميلة وان شاء الله الناس يستفيدوا منها. يا رب يا مساء الله كريم. لو في اي استفسارات لنا للناس لأي حاجة بعد كده. ان شاء الله رب العالمين. يعني نقدر نعيد حلقات حلقة تانية. ايه بالزبط لا ممكن ندخل في مساء تانية. اه 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 اه. بس اعل في موضية مساء الاطفال. وكما تبغى يا دكتور احنا تحت امرك. احنا تحت امرك. احنا تحت امرك. وكما تبغى احنا تحت امرك. بالعكس هذا شي يساعدنا. ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. الله يسلام. شكرا.